ترتبط مظاهر العيد بالفرح والبهجة والتكافل الاجتماعية بين العوائل ومنها ما يغرف بالعيدية والتي ترتبط بالعادات والتراث الشعبية للعراقيين حتى باتت عنصراً أساسياً مرتبطاً بأجواء الأعيادي والمناسبات كل عام الشعب العراقي بألف خير نقدم كافة التهاني والتبركات إلى أهالينا في جميع أنحاء العراق أولاً العيدية طبعاً إحنا مأخوذة من طفولتنا بين الوالد والوالدة يقدموننا العيدية كبسمة تنزرع بوجه الأطفال والأهالي يعني سواحد من الناس هذا كبري أخذ العيدية من الوالدة اللي من الوالدة أنا عندي متوفي فأخذ العيدية من الوالدة فهذا موارية تعلمناها من عادات أجيال أجدادنا وأهاليتنا العيدية شي حذو والكل يفرح بي والعيد أصلاً مصنوع للأطفال على موضي البهجة ومساعدتهم نوع العيدية المقدمة تختلف من شخص إلى آخر لتكون أما نقوداً أو هدايا أو حلوة ولكنها غالباً ما تكون مبلغ مالية يمنحها كبار العائلة لصغارهم من الأطفال ضمن المحيطة الاجتماعية أو الأسرية لتساهم في الوقت نفسه بزرع البسمة في وجوه الأطفال خلال أيام الأعياد طقوس العيد وعادته تثري ذاكرة العراقيين بمآثر الآباء والأجداد وعاداتهم وتقاليدهم لتبقى زاداً للأجيال الناشئة وإثراءاً للتنمية الثقافية وتعزيزاً للهوية الدينية والتراثية من كربلاء المقدسة معتز العبودي زاكروس تيفي ترجمة نانسي قنقر